لا شيء أكثر من لغة الأرقام ومعلومات يحتاجها العراقي لكي يستند إلى حقائق مفزعة ترديه في غيابة الجب متأرجحاً بين لعنة التراكم التي أكلت فيها سنون عجاف طموح أجياله وغداً يريده مشرقاً ينزع منه ثوب البطالة عن شبابه والشباب لن يكل همه أن يستقل أو يبيد تلك قناعة مزروعة مع جذور النخيل في بلاد الرافدين وبلغة الأرقام مجدداً واستناداً كذلك إلى تقرير شركة ستاتيستا المختصة في الإحصائيات الدولية كشفت عن وجود 27.2% من البطالة بين الشباب فإن تلك الحقيقة لا يمكن إغفالها تماماً كما أغفلت سنوات ماضية على رفوف الوعود الحكومية لتعود إلى واجهة الأوراق التي وعدت حكومة السوداني بأن يكون لهم دورهم المستقبلي الفاعل تؤكد الحكومة تشكيل القوة الشبابية لقرابة 60% من سكان العراق في عام 2037 تخطيط وإصرار باللسان الحكومة وإشراف شخصي من السوداني يعظم ما يؤكده خبراء من أهمية الشباب للاقتصاد العراقي مستقبلاً تلك الفئة التي غيبت عن المشهد المحلي والإقليمي والعالمي بعد أن كان العراق في مقدمة الدول التي تقدم شبابها كرأس مال في العقول تحدي أمام الحكومة يقابله ترقب وعطش من جيش شبابي ينتظر أن يخرج من حفرة المستقبل المجهول إلى النور ترجمة نانسي قنقر